بسم الله الرحمن الرحيم نهارضة هنتكلم في فيديو جديد اه محور الساعة الكاسيو احنا دلوقتي لو عايزين بديل للساعة الكاسيو حاجة تكون سعرها مناسب وفي نفس الوقت تكون خامتها محترمة الساعة الكاسيو الاصلية ممكن بنتكلم دلوقتي ان اقل حاجة تتكلم في سبوامت ومنومت جنيه الاوريجينال من الساعة اللي زي الخمسة وواحد وعشرين او غيره فهو بصراحة الساعة الماغليتش هي للأسف قيمة الجنيه اللي نزلت فاحنا بنبقى عايزين مثلا حاجة تقضي الغرض وفي نفس الوقت تبقى خامتها حلوة وفي المية تبقى ممتازة فاحنا ممكن لو كده نتكلم في المركة الوحيدة التقليد للساعات الكاسيو يعني بتقلد يعني اي موديل انت عجبك يعتبر مش اي موديل يعني ممكن تزهين في المائل من موديلات اللي عجباك في الساعات الكاسيو هتلاقيها موجودة في المركة دي اللي هي مركة اسكيمي مركة جميلة جدا يا جماعة بصراحة من الحاجات الحلوة والشيك في اللبس والماتيريال الحلو جبار ممكن عمرها الافتراضي اقل من العمر الافتراضي للساعات الكاسيو طبعا عشان فرق السعر بس نيجي للماتيريال مقابل السعر يعني الخدمة مقابل السعر جميلة جدا سراحة دي لسه مرفعش ما حابين ان هو الشركة يبقى لها اسمه وسيط الشركة شركة اسكيمي بصراحة من الشركات المحترمة في منها حاجات هادية في منها حاجات معدن مش موجودة عندي جلد اه هي بتحسها ان الشركة دي مختصة بان هي تقلد الساعات الكاسيو يعني دي شبهة الكاسيو الحريمة اللي معروفة دي موجودة في الكاسيو يعني حتى الكاسيو لما تنزل اي موديل جديد بتقلد سكيمي على طول ايه تقلد المركة يعني تعلي حتى النظام العقارب بتاعتها ملاش اكرة ادوسنا كده تدوسها طويلة تبدأ تتحرك زي كده اه موديلات جميلة جدا 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 عيبها الوحيد ممكن ان هي يخلى عمرها الافتراضي مش كبير جدا الاستيك الجلد بتاعها لكن الماكينة بتاعتها بتعيش حلوة وتقفلها في المياه جميلة جدا يعني لو قلت ان احنا طلعنا عين ام الساعة ممكن تعيش معانا سنة واتنين الكاسيو اه ممكن تعيش اكتر بكتير طبعا بس اللي بيحصل في الكاسيو ورد يحصل في السكيمي يعني احنا لو معانا ساعة كشف بلاي نفسنا وعايزين استكليها عايزين مش عارف ايه نفس الفكرة مرضو في الساعات اللي هي الاسكيمي اه الله ما صلى عنا باعز اقلوك تاني بالنسبة للمياه جبارة ممكن تنزول بها سباحة يعني الناس اللي هي الكباتة اللي بتاعت السباحة او اي حد غاوي سباحة او غيره او حد اشغال في الصيد او اي حاجة هستعدي جبارة في المياه ام حاجة لو نزلت مياه ملحة بده ما تطلع تخسلها بمياه حلوة عشان اه تستحمل معك اعايز اقول لكم ايه تاني بالنسبة لايه اه في منها مدولات حجمها صغير زي كده زي اللي في ايه دي كده كلاسيك كده في اللي بس في نفس الوقت ايه رقم ايه دي مسلا شغالة بالطاقة الشمسية وحجر الاتنين مع بعض يعني فيها الحتة دي كده دي اللي بتشهن بالطاقة الشمسية وفيها وحجر دي مسلا حجمها صغيرة شوية حلوة في الصباحة جدا عندينا الموديلة ده بقى كله يا طبعا عارفوا درج تريند شوية في مركات كتيرة طبعا زي كده بتبقى مقلدة مقلدة الكاسيو مازمش كاسيو ولا اسكيمي بتقلدهم بس افضل شركة قلدت المركات بتاعة الكاسيو هي شركة الاسكيمي فلو عايزين بديل الكاسيو الناس اللي غاوية كاسيو عايزين اي بديل نحليكم على شركة اسكيمي نتكلم مثلا عن موديلات موديلة موديلية يعني الموديلة دوت بامانة من الموديلات المحترمة جدا وخاصة ان هي معدن اللون بتاعها ثابت الى حد الماء وجميلة ده نتكلم على عيبه مسلا ممكن اللون اللي ده بده يغير في يوم الايام يطول شاوي بس خفيفة ولزيزة من الموديلات الجميلة جدا بعشقها وموجودة في الكاسيو اه مزدوجة عقرب رقمية بس مسلا في الكاسيو بتلاقي العدد الصغير ده شغال في عدد نتيجة هنا من جنب جميلة وجبارة يعني انا جربتها الموديل ده جربته في موديل كاسيو بس فارس كوبي تقليد اول دخلها ما يا وانا بتوضي فرق الجامل طبعا التاني انه كنت جايبها جملة ليه انا شايت تعمل الف ومتين جنيه ديت بتتكلم كسعر بيع تبينمية جنيه في منها برضو موديل التقليد يعني اسكيمي طلب منها تقليد في منها تقليد بخمشمائة جنيه برضو بس يعني بداش تقليد في الاسكيمي خالكو في النظيفة والموديل ده كلاسيك وجميل وحلوته كمان ان الظرف ده مش بلاستيك الظرف ده معدن ديت بصراحة ما شفتش منها عيب لحد الان جميلة جدا في المياه اتمنى تكون استفدتم من الفيديو متنسوش الاشتراك وتفاعل الجرس